رمز النماء والخصوبة في أساطير الفينقيين تخرج من عناق الرمل والشاطئ منشأة مينائية حديثة ترسو عند مرافئها العائمة والثابتة أحلام الصيادين وترفع مستوى التطلعات بإنتاج وافر من السمك يغطي حاجة الأسواق ويمنح فرصة عمل ويكسر رتابة الحياة في منطقة كادت أن تقتلها العزلة لعقود أن ياسر الموريتاني تحلم به وهو ما ينقل قعمنا هو ينقل قرام والله أراه ولا كذلك الكرامة لا كيف اسمه تانيت بكلام البربر معناها ربة الجمال بكلام البربر وعاد أنه هو كرامة واللي يزمنه ما قد تخلب وقاعد في نص بحرنا شوفت قد تحوّد شمالا ودجي وقريم منك وتحوّد جنوبا وبلد الحوت لهو متقابل معاقبال هذا المشروع مهميته معه شي قد يصوّع اقتصاديا بها اللي يتأمن السفن ولا يتأمن بعد قاعش إن قالوا اللي يجيبوا الصيادين سمكهم ولا يعود فهم آل تبريد ولا يتحضنوا ولا يعود فهم تأمين مولي الأفراد أهم هذا كامل كل الساعة زاقر مد أفراد معنى منه أنه يعود في المواسطة قد تركت دوره ما هذا يعود فهم قد شي يعود كيف يقع ميناء تانيت على بعد ستين كيلومترا شمالي نواكشوت وهو ذالث ميناء من نوعه بعد نواكشوت وانوادب على طول شاطئ يمتد لسبعمائة كيلومتر وقد بني وفق أحدث نظم بناء الموانئ عبر مرافئة ومنصات عصرية تستقبل مختلف أحجام وأشكال الزوارق وسفن الصيد يتألف من حاجز للخدمات بطول 296 متر وعرض 12 متر كذلك حاجز البقاية بطول 380 متر وعرض 6 أمتار ينضاف إلى هذا مرفعين ثابتين بطول كل واحد من طوله 100 متر وعرض 6 أمتار ومرفعين عائمين طول كل واحد منه 50 متر وعرض 6 أمتار بالضاف إلى كل هذه التجهيزات هناك محطة للطاقة الحرارية بسعة 3 ميجاوات تكفيذ استغلال الميناء وكل الشركات التي ستكون موجودة في منطقة الميناء كذلك محطة لتهريط المياه بسعة 10 ألاف متر مكعب يوميا وتبلغ مساحة مرفع الميناء 8500 متر مربع كما يتوفر على حواجز للحماية يبلغ طولها 560 مترا ورصيفين ثابتين طول كل واحد منهما 100 متر يحتوي ميناء تانيت أيضا على سوق لبيع الأسماك مساحته 1740 مترا مربعا ومحطة لتوليد الكهرباء بطاقة 3000 كيلوات وأخرى لتحلية المياه يصل إنتاجها اليومي إلى 1000 متر مكعب إضافة إلى جميع الخدمات الأساسية لمزاولة الأنشطة ذات صلة بالصيد التقليدي هذا الميناء فضلا عن موقعه الاستراتيجي والتنموي يشكل أيضا فرصة لتشجيع السياحة في بلاد تتمتع بشواطئ طويلة وغنية بالموارد سعد الحبيب للموريتانية من ميناء تانيت شمالا معكشوط